العملية السياسية اللبنانية بكل أزماتها الاقتصادية والحزبية وضعت على طاولة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لمخاطبة التحديات التي تواجه سياسة واشنطن تجاه لبنان في ظل حديث عن أزمة متعددة الأبعاد البنك الدولي قال إن الأزمة الحاصلة في لبنان هي أزمة مصطنعة فكما حصل في تفجير مرفأ بيروت صانع القرار هناك على علم بالمشاكل لكنهم يفشلون في القيام بأي شيء لحلها استقالة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بعد تسعة أشهر من جهود تأليف الحكومة توضح الجمودة وغياب القدرة أو الرغبة عند النوبة السياسية الجلسة تخلى لها استماع لشهادات عددا من الخبراء في مراكز الدراسات الأمريكية ذات العلاقة بشؤون الشرق الأوسط البيانات تظهر حدارا عميقا في لبنان فالليرة اللبنانية خسرت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها إضافة إلى تضخم متزايد وأزمة غذائية تتزايد بشكل متفاقم كما أن الاقتصاد ينكمش بمعدل عشرين في المئة وهناك أكثر من خمسين في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر النواب الأمريكيون تحدثوا عن أهمية الربط بين تقديم المساعدات الدولية للبنان ومكافحة الفساد ووضع حد لمن يعملون على ترسيخ أسوسه في البلاد الفساد والتهرب من المسؤولية الاقتصادية الطبيعية كالدرائب أصبحت أمورا راسخة في لبنان والخلافات هناك حادة جدا ومن الصعب حل كل هذه الأمور كما أن الأمل يبدو ضعيفا النواب شددوا كذلك على أهمية استخدام الأدوات الاقتصادية الأمريكية لكبح جماح الفساد في لبنان جلسة مجلس النواب الأمريكي حذرت أيضا من خطورة المسار الذي تتحرك فيه العملية السياسية في لبنان وتابعات ذلك على النواحي الأمنية والاقتصادية في ظل تأكيد على أن انزلاق لبنان نحو المزيد من الأزمات قد يعزز نفوذ إيران وحزب الله مجد يازجي سكاينيوز عربية واشنطن تابعوا أحدث الفيديوهات واشتركوا في قناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد سكاينيوز عربية شاهد شارك سكاينيوز عربية واشتركوا في قناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد